السلام عليكم ورحمة الله طلابنا حبيبنا طلاب التاسع بناء على طلب ناس من الصفحة حبيت اشرح القطعة وين كانت هي في بداية الفصل الثاني واغلبكم اخدتها ومرت عليه وانتبهت انه برضو في طلاب كثير يعني علقوا انها هاي القطعة سهلة لذلك بالعكس انا بسرور جدا انه في ناس شايفينها سهلة وبتمنى ان الكل يشوفها سهلة انها برضو في عدد معين من الطلاب في عندهم شوية مشاكل في هاي القطعة لذلك انا حبيت اني البي طلبهم واشرحها عنوان هاي القطعة اميزر's final wish الامنية الاخيرة لرجل بخيل انا بارد كلمة wish معناها امنية اذا final wish يعني الامنية الاخيرة وميزر معناها بخيل نبدأ في صندوق المعاني المكابلري او المكابلري باكس debt ننتبه لان هذه البي سايلانث تكتب ولا تلفظ debt ومعناها دين wasteful مصرف او مبذر sensible sensible شيء منطقي او عقلاني او شيء معقول bankrupt يعني الواحد لما يبطل معه مصاري في البنك ويعلن افلاسه هاي المقصود في bankrupt ما فيش معه مصاري stolen مسروق وهذه past participle يعني احنا سوينا صفه هون باستخدام فعل من التصريف الثالث هذه احد طرق التعبير عن ال adjectives in English when we use the verb in the past participle shape يعني انا بستخدمه بابطل صريف الثالث as an adjective thrifty thrifty معناها مقتصد يعني زنماء لا بيصرف كثير ولا بيصرف قليل هاي المسميها ايش thrifty okay fraud احتيال generous كريم charitable خيري ثم greedy طمار miser بخيل banknote عملة ورقية الان احنا بنسمي coin العملة المعدنية نعم البانك البانك نوت هي العملة الورقية penny penny هي القطعة النقضية الصغيرة البنس يعني منسميها penny penny coffin تابوت او النعش to lead يقود يقود حياته يقود طريقته ونمطه في الحياة مسميها to lead or leading things in life ceremony مراسم مثل مراسم الفرح مراسم الدفن هاي نسميها ceremony bank account bank account bank account معناها حساب مصرفي او بنكي check اللي هو شيك المصرفي يعني لما الواحد يحرر لك check حتى تصرفه من البنك هذا ما نسميه check لان في عندي titles يعني زي القاب فالمر الان انا انا امتبهت انه فيه طلاب كثير في الاجابات بخربطه ما بين المر فهم فكروا انه المر مرة بخربط بحكينها سيدة او مثلا mrs بفكرها سيد بنتبه على هذه النقطة titles الشغلات هاي الألقاب مهمة جدا mrs اختصار لكلمة مستر وهو السيد يعني الرجل سواء كان متزوج او غير متزوج من سميه مستر نما mrs هي عبارة عن mrs يعني هي مدام اذا هي المرأة المتزوجة بسميها mrs اللي هي miss اما المرأة العزبة بسميها miss فهم نسميها titles الموضوع شوي سنستيف حساس بالنسبة لها ضروري جدا نكون لنا ادراك لهاي الكلمات طيب ننتقل الان لشرح هذه القطعة بداية من بداية هذه القطعة مستر لين واز اريلي هارتووركي مان يعني هذا الشخص الموجود عندي بالصورة شايفينه كيف قاعد بعجه مصري الزلم مشغول في عد المصاري وهو تعب فيهم انما هو ميزر في الاول في الاخير وهذا الشي مش كويس اذا مستر لين واز ريلي هارتووركي مان يعني زلم يشغل تعيب هارتووركي مان يعني بيشتغل كثير هاي المقصود فيها ايه المقصود فيها ايه اليوم يجعني شوية تفاصيل كيف حياته كانت ايه اليوم يعمل تقريبا اكم ساعة شو رأيك وشو حكا هون حكا انه بيشتغل ساعتين لثلاث ساعات لا حكا انه بيشتغل من عشرة لثلاث ساعة يوميا يعني الزلم يشغل يعني بس كرس حياته للشغل وهو كان او كان ينام يعني ساعات قليلة جدا لان هون احنا شو سوينا شوف اذا انتبهنا هون على الجملة لان احنا هون سوينا عملية يعني احنا حذفنا كلمة اورز من النهاية لانه خلاص احنا هون بنا نسوي عملية ايش احنا هون سوينا عملية تجنب لتكرار الكلمات هاي هذا اسلوف الكتابة اللي نسميه to make this text rich حتى انه اخلي هذا النص يعني قوي غني انه انا بس دايما كررت كلمات في النص فبتصير النص ضعيف وويك اوكي لذلك هاي اختصرناها في احنا سونا عملية يعني شلنا الكلمة تبعت اورز هي بالاصل هي سليبت فور جاست فيو اورز بس احنا شلناها مش تولين هاد only one purpose in mind يعني هذا الزلمي كان في عقله بس اشي واحد هدف واحد purpose هدف وmind في باله كان عنده بس هدف واحد ايش هو هدفه to make a lot of money انه يجني الكثير من النقود and to spend as little of it as possible وانه ينفق اقل ما يمكن من هذه النقود يعني يجمع كتير ويصرف شوي صغيره قد ما بيقدر على اقل شيء he was a miser كان هو شخص فخيل هو هي اكيد هم ترجع على مستر لين ما ذكرنا الا هذا الشخص لغاية الان as he didn't trust in banks يعني الزلمي ما كان عنده ثقة نهائيا في البنوك احنا الان كل الناس في الايام هاي تمسك مصريها في عندها اشي اسمه bank accounts حسابات بنكية انما هو ما كان عنده any trust in banks ما كان عنده نهائيا ثقة في البنوك مستر لين كيبت all of the bank notes that he saved inside شو باكسز لا انه ما عنده ثقة بالبنوك طب وين كان يخطها المصاري اللي كان يجنيها كان يحتفظ فيها في داخل صندوق او صندوق او صندوق الاحدية شو باكسز معناها صندوق الاحدية كان يخط المصاري زي احنا بيقدر عنكو لما نحكي في خزانة الاحدية هاي اللي احنا بنحكيها نفس الفكرة in the night في كل ليلة قبل ما يروح على النوم كان في عنده اشي روتيني شو هذا الشي روتيني انه مستر لين سات كان يجلس and looked at his money كان ايش يقعد وتحل عينيه بشوفت هالمصاري one night في ليلة من الليالي he called his wife and said اجا في يوم من ايام نادى على مراته قلها تعالي تعالي اقول عندي بدي احكي لك هالأشي شو حكا لها؟ قالها when i die لما اموت i want you to take all of my money لما انا بدي اموت تعالي خدي كل مصاريه مش إلها لا and place it وحطيهم وين inside my coffin يعني ما تخليش ولا جرش احمر ولا ورقة من المصاري نهايا في الدار لما اموت بدي يكون المصاريه معاي في التابوت تبعي شوف لوين وصل في انه هذا الشخص بخيل i want to take all of my money with me انا زالما بدي اخد كل المصاريه معاي even the few pennies حتى كمان البنسات تعالي الفلوسة زي البرائز وشلون لا انا بدي يقول ايش ما تخليش نهائيا ولا ايش عندك في البيت even the few pennies i have saved اللي انا ادخرتهم كلهم بدي ياهم معاي في الكافن لان نجي للتايتل هذا انتبو mrs missis يعني الان بدي يتكلم عن زوجته مش عنه هو عن مستر لين لا الان بدي يتكلم عن mrs lin mrs lin who was a very good wife كانت زوجة كويسة ولا مجي كويسة شو رايكو سحكا هون اه والله very good wife يعني زوجة كويسة مرضية بتسمع الكلام and loved him وكانت تحبه in spite of the misery life بالرغم من حياة البخل in spite بالرغم من ايش حياة البخل he was leading اللي كان موجهة بهذا الطريق كلمتي was leading او هاي الجملة معناه انه هو كان عامل زي direction اتجاه لحياته اللي هي misery life misery life misery life المقصود المقصود misery life معناه حياة البخل هي المقصود فيها ثم قالت له i promise you the closest closest friend يعني بالقرب من ايش من صديقتها المقرب او الحميد وكلمة closest معناها المقرب او الحميد during the ceremony خلال مراسم الدفن when the ceremony finished لما انتهت هذه المراسم okay and before the coffin was closed وقبل ان يغلق هذا التابوت mrs lid said قالت السيدة لن استنوا يا جماعة wait انا مراع وعدت زوجي اني احط كل المصاري معاه في التابوت wait just a minute رجعني انتظروني قليلا او دقيقة she had a large shoe box كان معاها ايه صندوق هي الاحذية كبير جدا واذهير معها she stood up stood up معناها نهضت وهي الفعل الماضي المستان stood up went to the coffin ذهبت الى التابوت and placed the shoe box inside it وحطت هذا الصندوق الاحذية في داخل التابوت inside it في داخله في داخل ايش اذا لقيتها بترجع على الكافن اللي هو التابوت then وبعد ذلك the coffin was closed تم اغلاق هذا التابوت and paid ودفنه او تم دفنه her friend said قالت يعني اجد صاحبتها قلت لها i hope you weren't crazy انا بتمنى انك ما تكونيش مجنونة كثير او بما فيه الكفاية to put all the money انت مجنونة حطيت كل المصاري ورديت عليه in the coffin في داخل هذا التابوت i am ردت عليها شو بتقولها والله انا زوجة كويسة i am a good wife يعني انا زوجة مطيعة ومنيحة قالت السيدة i promised انا وعدته i promised him that i was going to put his money in that coffin انا وعدته ان احط كل المصاري في هذا الكفا معه and i did it وانا قمت بهذا يعني انا وفيت بوعدي بترد عليها صاحبتها شو بتحكي لها you mean to tell me يعني انت بتقصد انك تحكي لي you bought every penny يعني انك وضعت كل pins او كل fills of his money من كل نقوده in the coffin في التابوت معه قالت لها of course نعم بالتأكيد said the wife i got it all together انا جمعت كل المصاري مع بعض put it into my bank account وضعت الان هنا الحبكة يعني ضحكت على جوزها بالنهاية انها هي وعدته انه تعطي المصاري ولكن ما حكت له كيف الطريقة هي راحت جابت المصاري وحطت المصاري في the bank account في رصيدها البنكي and then wrote him a check كتبت له check بدل المصاري وحطته في التابوت يعني بالاخر ضحكت عليه سحبت المصاري حطتهم في البنك هي ما كسرت الوعد ابدا لا ما شاء الله عليها هي عن جد انها good wife يعني هي على طول مسكت المصاري وحطته في البنك وركبت الشيك وحطته في ايش في الكوفن معه اذا هاي القصة كلياتها اللي بتتكلم عن Miser Man أو Miser's Final Wish أمنية الأخيرة لرجل فقير للرجل بخيل بطلنا العفلحكي طيب اوكي اذا هذا كان الدرس الان خلينا نشوف الاسئلة الممكنها تجيني على هاي القطعة السجيستدي كوستشن أو السجيستدي كوستشن طيب كوستن نمبر وان شوف الان سؤال رقم واحد فالاقتباس اللي انا بحب اني اكرره دائما عشان يتعاود الطالب على هذا النمط من الاسئلة كوت ذي سنتنس اقتبس جملة ذات شوز التي تضينا تظهر ميستر لين تو بي هارد وركينج من انه كان الرجل او ميستر لين كان عن جد رجل يعني بيشتغل بجد الان الجملة موجودة في الفقرة الاولى وهي كل يوم كان يشتغل من 10 او 12 ساعة كان ينام قليل اي اكبر دليل على انه الزلمي كان هارد وركينج من يعني رجل شاخير كوستن نمبر 2 ايش كان هدف او غاية السيد لين احنا عرفنا انه هدف انه يجمع اكبر قادر من النقود اذا الجواب انه يجمع الكثير من النقود وانه ينفخ اقل ما يمكن من هذه النقود اره له سؤال صح وخطأ اذا كان عندي جملة خاطئة بدي اصححها كان يثق او وثقها مستر لين في البنوك شو رأيكو؟ لا مو حكادي انه مكانش يوثق في البنوك واكبر دليل انه كان حاطط مصريوين في اللي هو خزانة الاحذية اذا هذه الجملة خاطئة حتى اصويها بالطريقة الصحيحة بدي اشترك قلمة واستبدلها بـ اذا هو لم يثق بذلك اخبر زوجته يعني قالها خلي المصاري معاك لما اموت حلم ابليس بالجنة لا هذا الحكي كله totally wrong يعني هاي الجملة غلط كلها هو اصلا ما طلبش منها انه ياخد مصاري قالها تبوت المصاري ثم ننتقل لجملة اخرى في true or false كانت زوجة جيدة جدا او ممتازة او مطيع هذه الجملة من داخل النص ما فيها اي مشكلة وهي completely correct يعني هي جملة صحيحة بشكل كامل اذا هاي true sentence وعدت السيدة لين انها تحط كل المصاري في تبوت زوجها وهذه الكلام صحيح وهي فعلت ذلك ولكن بطريقة ملتوية لم حطت له الشيك اذا هاي الجملة شو صحيحة ثم الان سؤال رقم اربعة الان هذه هي ليست موجودة بالتكست هذا السؤال الاربعة هو ليس موجود في التكست هذا انما يعني بس عبار عن يعني انا بدي استخرج زي نمط انا بدي علمك على نمط اسئلة extract a word pick up a word give a word يعني انت بدك تطلع كلمة من اسطر مثلا من عشرين ل 25 يعني خزانة تستخدم لترتيب او تخزين اصلا هي مش موجودة في النص لكن انا حبت اجيب سؤال يعني كان بطريقة راندوم لعشرائية انما انت تشوف كيف نمط هذا السؤال كلمة closet معناها خزانة وارد روب برضو خزانة اللي بحط فيها الملابس ايش احنا منسمي العملية من عند ما يتوفى الشخص حتى انه يندفن هاي العملية نسميها مراسم دفن اذا هي سريموني سريموني ممكن تكون مراسم احتفال ممكن تكون مراسم دفن نقدر نحكيها على الجهتين نما هاي العملية سريموني سريموني هل قامت بوضع المصاري في داخل تابوت زوجها؟ لا هي لم تفعل ذلك ومنطقين ما حضت مصاري بدلا من ذلك وضعت الشيك البنكي واخذت النقود الى وضعت الشيك البنكي واخذت النقود الى انا بعتقد انه هذا اهم سؤال بالنسبة الي في القطع الان كل هذه الستوري ممكن تكون قصة غير حقيقية لان احنا بالنسبة الينا في في الستوريز ممكن انه سويلي اي قصة حتى انه يعطيني درس اخلاقي يعني انت ايش استفت لما انت اسمعت هذه القطع او قرأتها او درستها لان هذا هو السؤال فعكالي ايش كان الدرس الاخلاقي او الحكمة من هذا الدرس انت ايش استفت ايش وصلت لذهنك او لمخيلاتك طبعا احنا كتبنا بهاي الطريقة الجواب ما نعلم اللي احنا تعلمناه ان تخزين او حفظ النقود doesn't bring happiness عمره ما جلب سعادة ابدا او حفظ في النهاية ما بيجلب نهائيا اليك انك تخزن مصاريك وما تصرفهم بدلا من ذلك استخدم النقود بطريقة حكيمة او حفظ افضل انت خيار بالنسبة الى انك او حفظ او حفظ يعني انت متخزنهاش بدون تستفيد منها كما فعل السيد لين اذا هذه كانت الاسئلة المقترحة وهذا شرح القطعة بتتمنى انك تكونوا استفدتوا ووصلتكم المعلومة للاشخاص المكانوش عايفين هذه القطعة بتتمنى انها تكون الرسالة وصلت لهم والله يعطيكم العافية دمتم بود